السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر النارد عن حيال الكتاب المعاصر للغة الانجليزية سنة تانية عدادي الوحدة التانية من الدرس الاول للدرس الرابع من صفحة واحد وتمانين لصفحة مية وستة انتظرونا صفحة واحد وتمانين رقم واحد او الكمبيوتر الكمبيوتر بتاعنا لا يعمل لذلك احنا محتاجين اكمبيوتر انجينير مهندس كمبيوتر ليه عشان يصلحوا بل اجابة يصلح اتنين يعني الناس ايه اللي لا يمكنهم السمع الاصمين يعني يوز بيستخدموا نقط لانجوج لغة ايه لغة الاشارة عشان يتواصلوا ايه مع بعضهم البعض رقم تلاتة سمع سمع عايزة خطها يعني سوشي اس لير انجريزالكي بتتعلم ايه هتتعلم فن الخط كاليجرافي اربعة اللي هو باقي ايه الباقة المتجول باقي الطعام المتجول سلزي هيس فود يباقي الطعام بتاعه ان ذا ستريت في الشارع ايه نفود ايه يبقى فود ستول كوشك طعام الصفحة اللي بعدها صفحة اتنين وتمانين خمسة if there is a problem لو في مشكلة with my computer system في ايه السيستم تاع الكمبيوتر بتاعي ايه 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 رائعة نقط هيرفود الطعام بتاعها لذيذ يبقى فانتاستيك كوك طاهية طبقها رائعة سبعة شادي إزم شادي يكون نقط بس هو بيفهمنا بكوز وي يوز لأن إحنا بنستخدم إيه صال لانجوج اللي هي لغة إيه الإشارة إبقى شادي يكون إبقى دف أصام تمانية إف يو أرطا يردل أو أنت متعب وي دونت يو لما لا أنت إيه نقط آرست يعني تأخذ راحة يبقى إيه يحصل على راحة هاف تحفظوا على كده هافرست تسعة يعني عادة بيكون سهل نقط إنك إيه مع الناس في الدول الأخرى لو أنت تقدر تتكلم إنجليزي بيكون سهل إنك إيه تتواصل مع الناس رقم عشرة يو كان ليرن كاليجرافي تقدر تتعلم فن الخط أت ذا نقط قلب في نادي يبقى نادي الفنون أرت حداشر يوجد أربعة إيه نقط ذا إنجليش لانجلش في اللغة الإنجليزية اللي هي الكراءة والكتابة والتحدث والاستماع دول أربعة إيه سكيلز مهارات ناشر شيز آق أو آن نقط هير بنتنج يعني إيه الرسم التاحة يعني جميل يبقى هي تكون يبقى أرتست فنانة رسامة تلاتتاشر آه أو آن نقط يعني إيه عادة بيمر بالسيارة كده عشان بقى يتأكد أو يحافظ على الناس إيه في أمان في الشوارع لما مين يبقى ضابط الشرطة أربعتاشر آه نقط بربيرز فود يجهز الطعام فور بيول للناس عشان ياكلوه في الشوارع اللي هو ايه باقع الطعام المتجول سريت فود سيلر خمستاشر ذا فود الطعام في هذا المطعم إيه يعني جيد إلى حد ما تبقى كويت ستاشر قبل ما تقوم بأجازع يجب عليك نقط شور تتأكد ذا دور ذا اللي أن الأبواب ايه في منزلك مغلقة يبقى تأكد هنا دائماً منقول يتأكد صفحة 87 رقم واحد وبعدين نوع تأذمه انت فيه ايه تلقى اللحظة وفي هذه اللحظة المستمر اعتبر الإجابة الشوبينج تتسوق اتنين فادي وبعدين نوع يرتدي أجاكت اليوم بكوز الدنيا حر قوي يبقى ايه لا يرتدي طب هنا الفادي فيه ing تمام وده فادي ده ايه مفرد غائب بياخد ايه is هننفوها طبعاً ليه موجودة من فيه isn't لا يرتدي ثلاثة ويبعدين نوع أمال feeling tired لماذا أمال تشعر نية متعبة عندي بردك الفاعل فيه feeling في ing ودي أمال مفرد غائب بتاخد ايه بتاخد is اللي هو المضارع اللي هو المستمر اربع عقوات وبعدين نقط you think ماذا أنت تعتقد they are doing هما بيعملوا في هذه اللحظة عندي think ديت مصدر مصدر يبقى ازاً هنا أجيب ايه بقى اللي هو فعل المساعد للمضارع البسيط يدو يا داز you بتاخد ايه بتاخد do طبعا اللي عندنا do هنا داز دي بتيجي مع المفرد الغائب خمسة how often كم مرة do you هنا عندي بردك do نرجع الفاعل لمصدره هتبقى ميك كم مرة انت ايه تجهز العشاء او تعمل العشاء الصفحة اللي وعدها صفحة تمانية وتمانين رقم ستة دائماً أذهب للمدرسة سيراً على الأجدام but now now يبقى دا ايه مضارع مستمر i يبقى انا ايه دلوقتي ايه واخد tax am taking ايه سبعة ما اللعبة نقاط قذمهم في هذه اللحظة تدل على المضارع المستمر عشان كده هنختاره are you playing ما اللعبة اللي انت بتلعبها في هذه اللحظة في تلك اللحظة تمانية وي وجوالي نحن عادة وجوالي تدل على ايه المضارع البسيط اللي هو فعل في المصدر مع وي طبعاً نختاره ايه جت لكن الفعل اس ديت طبعاً مع المفرد الائل احنا عادة نستيكز مبكراً early every day كل يوم تسعة لك تدل على المضارع المستمر the نقط fast فين المضارع المستمر هنا running انظر هما بيجروا بسرعة عشرة listen بردك تدل على المضارع المستمر استمع the piano تعزف على البيانو فين المضارع المستمر is playing السؤال التاني اكمل الجمل باستخدام the correct form الشكل الصحيح لكلمة بلأكواس احنا نصح الكلمة بلأكواس دي احنا مجهزين الاجابة بس عايزين نفهم السبب جات ازاي رقم واحد learn هتبقى is learning هخلى مضارع ايه مستمر يتعلم يعني طب ليه عشان عندي هنا الزمام تدل على المضارع المستمر ايه رقم اتنين drive يسوق يعني او يقود سيارة هتبقى drive هنزود لها ing ونشيله الاي ديت ليه عندي هنا r r يبقى يجورها الفعلي فيه ing تلاتة spending هنشيل ing هتبقى spend طب ليه عندي وجوالي تدل على المضارع البسيط عشان كده خلنا المضارع بسيط فعلي في الايه في المصدر مع i هنا عود اربعة هنا في يستر دي امس هنخلوها ناو الان ليه عندي مضارع مستمر فمع المضارع المستمر ما نجيب ناو ما نجيبش يستر دي خمسة rain هتبقى raining طب ليه هنا في از از لو جوه رفعلي نزود له ing سؤال اللي بقى عدو رقم ستة هنا do هتبقى doing عشان عندي بردك ام امي جوه رفعلي في اين جي سبعة not study وهنا في on fridays دي بدل على ايه بقى في ايام الجمعة تدل على المضارع البسيط المضارع البسيط وننفوه مع داليا دي مفرد غائب تبقى رجاءة بقى doesn't study يبقى ده مضارع بسيط من فيه مع المفرد الغائب ليه داليا تمانية grow هتبقى are growing يزرع يعني هنخلى مضارع مستمر طب ليه عنده هنا ناو تدل على المضارع المستمر تسعة sing one هتبقى are sing one بردك بس ايه بقى مضارع مستمر عشان عندي ايه بقى كلمة listen تدل على المضارع المستمر او كما عشرة you do هتبقى مضارع مستمر are you doing على صفحة ايه سؤال على شكل سؤال مع مضارع مستمر عشان عندي كلمة ناو تدل على المضارع المستمر صفحة تسعة وتمانين استماع ندخل على السؤال التاني محادسة عشان تحل المحادسة لازم تقرأها مرتين الاول عشان تفهم فكرتها من الرأس المحادسة سامي بيسأل طارق عن وظيفته احنا مجاهزين الاجابة عشان ايه وقت الفيديو ما يكونش طويل سامي بيقول من وظيفتك مش هينفع تقول بقى ايه وظيفة لا من المحادسة فقال له ايام السريت فود سيلر باقع طعام متجول سامي رح سأله سؤال قال له ايام باركنج انا باركن مايفود ستول الكوشك بتاع الطعام بتاعي هير هنا يبقى حيقول له اين بتركن الكوشك بتاعك اين يعني وبعدين ايام تحول في السؤال الى ايه ار يو يبقى وير ار يو باركنج تركن ماي دي تحول بردك الى ايه الى يور وير ار يو باركنج يور فود ستول اه هنا سامي قال له واي ار يو باركنج يور فود ستول ار ديس بليس لماذا بتركن بقى كوشك الطعام بتاعك في هذا المكان هيقول له اي سبب لان في ناس كتيرة بتيجي في المكان ده او سياح بيجو في المكان ده هيقول مين بيجو الناس كتير يعني عشان يشتروا منه بقى تمام يبقى انا كده ايه بقول سبب مناسب سامي رح سال سؤال فقال له ايه اجهز يعني للناس يبقى يقول له ايه انت بتعمل ايه يعني يبقى ماذا انت ايه بتفعل يعني بتعمل ايه سامي قال له متى الناس بتبدأ تشتري منك الافطار اي ساعة مناسبة هنقول مسلا في الساعة السادسة صباحا عايز تقول ايجابة كاملة دي صحي برضا ممكن تقول بيبل ستارت باينج ستوتكمل السؤال اللي بعده اختياري واحد ذرود الطريق ايه الطريق ايه مشغول اليوم لذلك انت لا تستطيع يبقى ما تقدرش ايه تركن عربيتك هنا برك اتنين ذا ديف بيبل الناس لايستطيعوا السامع لايستطيعوا السامع الاصمين يعني كان يستطيعوا باستخدام لوقت الاشارة يتواصلوا كل دي حاجات مكررة بقى رقم تلاتة احنا قلنا ايه معشور بنقول ايه بقى تأكد صفحة تسعين ايه رقم اربعة ويتش وبعدين نقط تحب تقوم بيها وتعملها يعني في المستقبل ما الوظيفة خمسة هي تجهز الطعام اللي هي اللذيذ اللي ويه اللي ايه يبقى وهي طبخة ستة هي نقط مقدرش يسمعك بقى ايه الاجابة دف سبعة في حديقة عمي يوجد نفورة نبع مياه تمانية ضبط الشرطة نقط المدرسة اليوم يبقى ده حدث ايه مؤقت بطي وجوال لكنه عادة ايه بقى يعني بيمر بصيارته في الشارع يبقى ايه ايه ده حدث مؤقت هنجيبها مدرع مستمر رح تبدو يا بأس فيزيتينج النهار ده بس يبيزور المدرسة لكنه من المعتاد انه ايه بيعمل مرورة على الشوارع عشان يحافظها الامان تسعة الامن والامان نبيلة تشعرني يا مريضة لذلك شي نقط هذا الصباح مؤكد يتشعر ان يا مريضة لذلك يتوقيم في الفراش هذا الصباح يبقى مدرع مستمر حاجة مستمرة آآ عشرة طالما عندنا نختاره الفعل فيه ماذا منال تصنع لإيه لعمها السؤال الرابع بردك مجاهزين الاجابة بس نفهم السبب عشان نعرف نحلها ازاي واحد هتبقى عشان عندي اتنين هتبقى مدرعة بسيط ليه عشان عندي وجوالي ومع اي طبعا ما اجيب فعل في المصدر بس ما اجيبش في اس تلاتة ايت هنزاود لها عين جيت يبقى ايتنج عشان عندي از هنا اربعة عندي ناو يبقى خلها مدرع ناو يعني الان ندل على المدرع المستمر فخلها يبقى مدرع مستمر لين هو اجيب لي هنا نوت صفحة تسعة والسعين ودي اسئلة الدرس التلت والرابع رقم واحد ايه this is a photo دي صورة of my parents الوالدية نقط they are very happy هم سعداء يبقى صورة يبقى حفل زفاف والدية ويدنج اتنين وكان كاتش قابلين نستطيع ان احنا نلحق بالطائرة from a اوقان منين احنا اخد الطائرة منين airport مطار الصفحة اللي بعدها صفحة مية رقم ثلاثة that's my sister ديت اختي she is smiling هي تبتسم نقط as the camera تبتسم ايه بقى بسعادة للكامرا يبقى هابلي اربعة he invited over هو عزم ايه اكتر من مية ايه نقط for the wedding party الحفل الزفاف ميت ضيف جسس خمسة the ship the ship the ship the ship وصلت ذا نقط safely وصلت ايه في امان يبقى الميناء بامان port يعني مين رقم ستة i am sitting under a tree يعني انا نايم تحت شجرة and نقط eating my lunch وقتاناولا دق بتاعي يبقى بشراها hungrily كنت يعان جدا سبعة the skin of a zebra يعني جلد ايه الحمر الوحشي is يكون نقط يبقى striped مخطط تمانية the teacher المدرس وبعدين نقط all his children كل اطفال وkindly بعاطف يبقى ايه يعامل treats ايه رقم تسعة is نقط to feel scared انك تشعر انك ايه مرعوب if you see as snake لو انت شفت تعبان يبقى ده شيء بقى normal طبيعي عادي عشرة i'd like انا وحبتو نقط asilfy ياخد ايه صورة asilfy يعني هتبقى بطيور يمكنك ان تضع ايه بقى نقط on the plane والطيارة يعني وان يترافل عندما تسافر تضع ايه شنطك حقائبك سوت كيس رقم تلتاشر ايه وان نقط از ابوي ولد او بنت ايجد يعني في عمرها بايه عمرهم بيكون من تلتاشر لساعتاشر اللي هو مراهق تين ايجر اربعتاشر توفيل انك تشعر ايه وبعدين هنا نقط means توفيل هابي انك تشعر ان انت ايه سعيد about the good things الاشياء اللي ايه كويسة اللي حصلت لك في حياتك يبقى تكون ايه شاكرا ممنون grateful خمستاشر after his parents death بعد وفاة والدي علي ده علي عايش ايه alone ومفرده 16 you shouldn't love اللي يجب عليك انك ايه نقط people يعني ما تتحكش عن الناس لا تسخر منهم تاخد حرف الجر هنا ولاف ايه لفقات يعني لا يجب عليك انك تسخر من الناس صفحة 103 رقم واحد the children الاطفال are singing بيغنوا نقط in the playground في الملعب بيغنوا ايه بيغنوا ايه بيغنوا ايه بيغنوا ايه بيغنوا ايه طبعا ده ظرف بيغنوا في الفعل اللي هو ايه بيغنوا ديت رقم اتنين the cat is sitting يعني قطة تجلس انذا صنفية الشمس تجلس ايه بقى محتاجين بردك ايه ظرف هنا اخره اللي واي lezli بيكسل لكن lezli دي صفة كسول ايه ودي صفة بس تفضيل ودي صفات مكرنة ايه رقم تلاتة i am waiting انا انتظر نقط to get on قبلين عشان نركب الطيارة الاول مرة منتظر ايه بقى بحماس برضك محتاجين هنا ظرف يصف الفعل ينتظر يبقى الصفحة اللي بعدها صفحة مية واربعة اه مستر كمال يتحدث الانجليزية يتحدث ايه بقى يبقى بشكل ايه جيد جدا يبقى بشكل جيد خمسة انه من المهم انك تسوق تسوق ايه نقط وين السلين لمدينتكم بتشتي تسوق بحرص بحذر يبقى برضك محتاجين الظرف اخرق الواي تبقى كارفولي الظرف طبعا بيصف الفعل اللي هو ايه سوق ده ايه رقم ستة كان هناك بعض ايه نقط اسئلة في الامتحان اسئلة دي محتاجة هنا الصفة بس تبقى هارد صعبة ده اسم وقابلي ايه صفة سبعة ايه الدينا كانت بتمطر هتمطر ايه بقى بشدة بغزارة محتاجين برضك ظرف لاخرها بغزارة امس اه تمانية ماي برادر اخي يتحدث يتحدث ايه بهدوء ظرف برضك اخيرا الواي كويتلي تسعة يعني ابن عم يكون ايه جدا نقطة في لعب الايه التنس هنا يكون تمام محتاجها صفة صفة بس هنا هتبقى لإجابة ايه جد جيد هو جيد جدا في لعب التنس عشرة سما ووكس سما تمشي هتمشي ايه عايزين بقى حاجة تصف اللي هو الفعل ده يعني ظرف يعني يبقى كويكلي تمشي بسرعة السؤال اللي بعده زي ما اتفقنا احنا جاهزين الاجابات بس نفهم السبب ده اكمل الجمل باستخدام الشكل الصحيح للكلمة بين الاكواس يعني واحد باد هتبقى بادلي يعني ايه بقى بشكل سيء يعني بيقول صديقي او صديقتي بتخيط بشكل سيء بصف الخياطة بتاعتها ديت ان هي ايه طريقة الخياطة بتاعتها بانها بطريقة سيئة ساد هتبقى سادلي بحوزن احمد ايه زهب للمدرسة الجديدة ايه بحوزن يكيد شكله حازين كده عشان دي مدرسة جديدة ما اعرفش احد تلاتة كايند هتبقى كايند اللي بعطف المدرس يبقى عامل اطفاله او المدرسة عشان هنا قال لي هير هتبقى عامل اطفالها بايه بعطف اربعة فاستر هتبقى فاست دي من الايه ظرف ايه ظرف غير منتظم دي ما تحطروش اللي الطائر يطير ايه بسرعة جدا هتبقى فاست بس نحزف منها خمسة هنا بقول له قلوس دائما تحدث هتبقى ايه تحدث ايه بهدوء يبقى عند فلاها اللي كوية دي تبقى بهدوء ايه رقم ستة كله بقى نفس الكلام ستة سلو هتبقى سلولي ببطء يعني ايه بقى الضيوف يغادرهم ببطء كويك سريع هتبقى بسرعة كويكلي هنا بقول لي علي سبيكس كويكلي هتحدث ايه بسرعة جدا اصف طريقة كلامه تمانية جد ديت دي الصفة ما تبقى ظرف وتحاول ايه لا تبقى ايه دابلو اي ال ال هنا بقول نادر يلعب بسكتبول ايه اه بشكل ايه جيد بطريقة جيدة تسعة حاولها تبقى ظرف معنى الكلام كله بيحتاجين ظرف هنا هو يجاوب الاسئلة بسهولة عشرة نفس الكلام كله ايه ايه ظرف بقى لود هتبقى ايه لود ليه بصوت عالي احمد يقرأ بصوت ايه عالي صفحة مية وخمسة اول سؤال هنا ده استماع شوف السؤال اللي بعده سؤال المحادسة زي ما اتفقنا بنقرأ المحادسة كلها الاول قبل ما نحلها ونشوف رأس المحادسة كويس مازين اسكس حازم بيسأل ايه ايه عطل اثنائة الاسبوع الايه الماضية او الاخيرة ايه مازين سأل سؤال وير دي ديو جو لاست ويك اند اين زهبت في عطل اثنائة الاسبوع الايه الاخيرة من الكلام هنا ما نفعش تقول بقى اي مكان انه هنا ايه زهب لحضرقة الازهر يبقى نقول اي وين تتو الازهر بارك ايه هنا في رقم اتنين مازين سأل سؤال قال له عشان استمتع بقى نهاية الاسبوع يبقى يقول له لماذا زهبت هناك يبقى واي دي د يبنى دي د اللي نكتلم عن الماضي يو جو ذير لماذا زهبت ايه هناك وممكن تقول واي بس تبقى صح بردك مازين قال له هيرد يقول زهبت مع اصريتي ما ينفعش بقى ايه يقول ايجابة تانية هنا لان يقول انا زهبت ايه لحديقة الازهر دي في سيارة والدي ماشي صح بردك اي حد من الايمن الاسرة مازين سأل سؤال رده قال له ايه حازم الازهر بارك زكار في سيارة والدي يبقى كيف زهبت هناك كيف يعني ايه هاو وينت ديت ماضي نجيب فعلى مساعد دد حول اي الى يو ونرجع وينت لأصلها هتبقى جو يبقى هاو دي ديو جو ذير مازين قال له وات دي ديو دو ذير مازا فعلت هناك رده قال اي اجابة مناسبة ويتوك فوتوز التقطنا صور ممكن تقول ايه بقى وي هاد لانشت انا واندل هدائي ذير هناك السؤال اللي بعده السؤال اختياري رقم واحد اي ام ويتنج انا انتظر اه ليس تايلينها دلوقتي يبقى اكسايتدني بحماس الطلاب بليها بلي يلعبوا ايه بسعادة في بلعبوا فين ملعب من فضلك تأكد زي انت بتبعت الاميالات بتاعتك اه تأكد انت بتبعتها ايه بحرصة او بحذر ده المعنى الوحيد اللي ينفع الصفحة اللي بعدها صفحة مية وستة رقم اربعة في الصورة ويكانس احنا شايفين امان رجل يجلس ايه تحت شجرة يعني في منتصف الصورة اللي جابه لحيدة المناسبة هنا ميدل انذا ميدل فيه منتصف خمسة ايض لايك تو انا احب ايه نقط يو ان انت ايه اللي حفلة ايه زفافي اعزمك ادعوك ستة خليك حريص يعني خلي بالك ده نايف السكينة شارب يعني ايه حد سبع يو كان انت تستطيع نقط قبلين الطائرة من المطار جات كزا مرة يلحق بي رقم تمانية سلمة از ا هي ايه طاهية او طبخة ايه بقى جيدة يبقى جود المحتاج هنا الصفة لكن تسعة يوجد ايه صخور حدة هنا لذلك يجب عليك انك ايه بي بي يعني يكون يكون دي يجي وراها صفة يبقى حريص او حذر خلي بالك يعني عشر علي لذلك الاستاذ ايه عقبه يبقى عمل الواجب ايه باهمال كيرلس لي عمل ايه كلام سقول اللي جاي اللي هو اكمل الجمل ايه طبعا ايه تصحيح الكلمة اللي ما بين الاكواس دي رقم واحد اللاود هتبقى ايه اللاود لي بصوت عالي يعني يقول الاطفال بيغنوا بصوت عالي رقم اتنين كويت هتبقى كويت لي بهدو بيقول الاختي تتحدث ايه بهدو ظرف بردك ايه تلاتة هابي سعيد ده بقى بسعادة صح ايه هابي لي تبقى ظرف ايه اربعة فاستست دي صفة تفضيل حنشيل منها الاي اس تي وتبقى ظرف بولد ترينجوز يعني ايه الكطار يسير بايه بسرعة هتبقى فاست دي زرف من الظروف الغير منتظمة او الشاز كده بنته فيديو النهاردة وانتظرون في فيديوهات قادمة السلام عليكم ورحمة الله